عايز تبصر من الاخ اللي عنده حضرتك. قعد قعد تاني كده. ولو فعلا يعني تيب ان هذا موجد خارط للعادة. وهنا تقريبا كلمة. معا? اه? قعد سؤال حضرتك. قعد سؤال تاني كده لو سمحت. السؤال حضرتك في الانجيل طلع. ماسو حضرتك فيه في الانجيل اه واحد طلع على السيس اسلم يعني. اه. فطلع بيتكلمك موضوع حضرتك في الانجيل اه انسان لازم يطلع خارط للعادة. هم عاد يستقصر منهم بانهم شراء صلى الله عليه وسلم نواصل واحد تاني. اه. طيب طيب. 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 طيب يا اخي حاضر حاضر. وصلت فكرتك وخليك متابع الحرقة ان شاء الله حنتطرق الى هذا النقطة لحضرتك ان شاء الله عايز تتكلم فيها بس نرجع عشان وقتها ياخدنا للأساز دكتورنا الحبيب وديع. عشان نكمل كده ان شاء الله تفضل. كمل عن الاسلام. اه. احنا عايزين نعرف الصورة كاملة. طبعا يعني اكمل الصورة عن والدي اولا. تمام. ان فيه اشخاص غيره. اه يعني الاساس اللي اتصل قبل الاساس من شوية ما بيقول تقديم صورة الاسلام الحلوة. اه. دي جزء جذبني في المسلمين. جميل. انما هكمل عن والدي الاول. حمد لله. ان والدي اه عليه رحمة الله ان كان مات على الاسلام. لما توفي بقى النقطة اللي هي قلنا الانجيل اللي اه لقيت فيه التصليح الخطأ. النقطة التانية الانجيل فيه مقدمة. هذا الانجيل القديم برضو. فيه مقدمة بتقول. وده طبعة سنة كاملة. الف وتسعمائة وتلاتين. وده كمل تانجيل دي. ده غير الطبعة بتاعت الام دي. وغيرها في حاجة. فيه الهوامش الموجودة من تحته على الجنب. فيسموه انجيل عهد جديد بشواهد. هو الوقت موجود بس مش بهذه الصورة. حزفت منه الهوامش اللي تحت. تمام. ال ال ال. في هذا الانجيل فيه مقدمة حزفت طبعا في الطبعات الحالية. هذه المقدمة تقول انه حدث وضع زيادات في هذه في هزي الصفحة. بتقول حدث صدع زيادات وأهمها إضافة التثليث والتوحيد لأول مرة نص يوحن الأولى لأول مرة أضيف في هذه الطبعة ومكتوب إنه موضوع بين هلالين وقال إن بين هلالين ليس له أصل دي فندايك دي قبل الفندايك يقول إن بين هلالين ليس له أصل في أقدم النسخ وأصحها ولكن أضيف بيفهم من النص فأضيفت هذه الصفحة هذه الصفحة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح هم ثلاثة هم في واحد اللي يأكد كلامه إن يجوم في طبعة كتاب الحياة هي موجودة على الشاشة وحطوا نفس الأقواس هو نفس التنبيه هو على يمين بيقول إنه طمع وضع إضافات لو الأخوة أروا التنبيه التنبيه على يمين من تحت بيقول إنه تم وضع إيه يشير المعقوفان يعني إلى الكلمات والآيات التي لا وجود لها في أقدم المخطوطات والتاني ويشير القوسان إلى الكلمات والتعبير التي لا وجود لها في الأصل يعني فيه بين معقوفين وبعدين بقى عشان يعني يعني هي دكتور الحكاية كده إنه حط اللي إحنا عايزينه ومحدش بيسأل ومحدش بيسأل بل إنك لو قريت الصفحة دي بتاعت إنجيل متة بتاعت مختلفة تماما عن صفحة القولة بتاعت إنجيل متة يعني هم مش حكاية تخوصان ومعقوفان بس دا الواحد النقطة المهمة معلش يا شيخ خطعتك تفضل إنه جاء على النص بتاع آآ رسالة يوحنا وحزفه وحزفه في هذا في هذه الطبعة اتنين وتمانين طبعة أربعة وتمانين من نفس الكتاب تتسحبت ونزلت طبعة أربعة وتمانين ونزلوا النص التالي تتصال تقريبا نحب مفاجئة ليك قالوا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته آآ طب روح الاتصال فذهبت للقصاوسة أسألهم عن هذه الأحوال قالوا لي ولا يهمك دا توضيح يا جماعة توضيح دا أنا بفتكر وحي نازل من الروح القدس على التلميذة ما علمتونا في مترس الأحد والتلميذ بيكتب بالوحي ورسمين لنا كده كل التلميذة في كنيسة قاعدة يبص الفوق والوحي حمامة كده وعمال يقول له في كنيسة تلاقي الأربع آآ أنجليين متصورين فوق في السقف أخد بالك إيه اللي اللي إحنا قلنا وحي وروح قدس ومحدش يقدر يزير لا 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 الكلام دا نقوله في بلدرس أحد اللي عاد صغرة انت تفهم بقى هم الوحي كان بيديهم الفكرة وهم يكتبوا من عندهم طب واللي بيسال الله دا مين يقولك ماه برضو بالروح القدس يعني الوحي شغال طب مين اللي عمل التصليحات يقولك ما نعرفش مين اللي عمل تصليحات ما نعرفش والله قاله كده قاله ما نعرفش يقولك لك ده هي دعوة لكل لأصحاب الأقول والله ما نريد لكم إلا الخير والله ما نريد لكم إلا الهداء وإيش الله سبحانه وتباركه وتعالى على ذلك وأقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء فاتشوا الكتب اقرأوا انظروا اعقلوا هذه الأمور ايه يعني حاجة بن قسين وطبعة غير طبعة وكل شيء يحصل تنقيع لو أني أقف في القبلة أقرأ في الصلاة ونسيت حرف تلاقي النس ورى مني هات يذكروا كلمة يذكروا آية يذكروا ولا تمر على أحد لا تمر على أحد حتى أن أحد القساوسة ذكر المؤرخون هذا طب ناخد بعض الاتصال سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحبا يا مرحبا يا شيخ صابر مرحبا يا شيخ وطي صوت التلفزيون شوية يا شيخ صابر لو سمحت وطي صوت التلفزيون فضلا لو سمحت شكرا 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 الدكتور وديع على وجوده مع حضرتك في البرنامج الله يكريمك الله يكزير حضرتك كبيرا يا شيخ الله يحفظك والدكتور محمد طبعا ربنا يكريمك وطي صوت الدكتور طبعا أنه هو يتكلم على الجديد حاضر حاضر يا شيخ صابر حاضر ربنا يكريمك ادعي لك مرة تانية على اندارح طبعا الله يكريمك ماشا شيخ صابر ماشا شيخ صابر الله يكريمك طيب هو ذكر المورخون أن أحد القساوسة بعدما حار ودار في معرفة الحق أنه كتب جاب نسخ نساخ كويس خطاط وكتب ثلاث نسخ من التوراة وثلاث نسخ من الألاجيل وثلاث نسخ من القرآن وأخذ نسخ التوراة أهدها لبعض أحبار اليهود وأخذ نسخ الأناجيل وأهدها لبعض قساوسة رهبان النصارى وأخذ نسخ القرآن وأهدها لبعض العلماء المشايف أحبار اليهود استحسنوا النسخ الموجودة وهو قد أدخل عليها تحريفات يعني كتب نسخ محرفة من ده ومن ده ومن ده أخذوها واستحسنوها المشيخ أخذوا يقروا لا فيها تحريف رجعوا هالو رجعوا هالو وقالوا النسخ دي محرفة واستاءوا من هذا الأمر رغم أنه كان يكتبها بماء الذهب حتى يعني يكون فيها إغراء لله ياخدها رد علماء المسلمين هذه النسخ الثلاث إليه وعرفوا ما بها من أخطاء قال الرجل إن دينا كتابه أو أتباعه يحفظون كتابه بهذه الصورة لدين صحية ودخل في الإسلام بهذا السبب احنا شايفيني الدكتور وديعن بيقول لنا بيقولوله دي حاجات مش مشكلة ما ينفعش في الوحي والدين والقضية القضية إيمان القضية إما جنة وإما نار فهي دعوة لكل إنسان المسلم قبل المسيحي ونحن ما بيننا إلا كل خير وإلا كل نصح وأنا أنصح نفسي أولا بالبحث والتعلم وأنصح المسيحيين كذلك بالبحث والتعلم بفضل يا دكتور نكمل كده يعني الأمر إن ضاعت ثقتي في الأنجيل لما شفت التصحيحات والتصحيحات وضاعت ثقتي في القساويسة هما كمان تمام وعلمت إن أنا يعني مخدوع وإني لازم أقرأ بعين فاحصة وأنا بقلّف الإنجيل بتاع والدي برضو عشان برضو أرد الفضل إلى أهله وجدت إن والدي أشار إلى بشارة دانيال الصحة التاسع بمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بشارات بقى فأنا ذهبت بقى المراد القساوسة ما قلت لهمش أنا قريت كذا قلت لهم في بشارات بمحمد طبعا أنا في الوقت دا كنت مثلا عندي 35 سنة وكنت طبيب وطبعا وفي صداقة بيني وبين معظمهم إنهم من سني وإنهم بقى قساوسة كانوا شهامسة زملائي وكده فأب اعترافي لو أقوم اسمت ياسر وفايل كان يعني الراجل محترم جدا معايا فالراجل قال لي ببساطة قال لي بمحمد قال لا لا مش هنقول لك مش هنقول لك لا خلاص بس يعني هو يعني هو راجل مش كويس ومش عايف إيه قلت بس بيتكلموا بصورة مش كويسة عن الإسلام جدا جدا طب ليه عشان الناس المسيحين ما يعرفوش الإسلام ويخشوا فيه لأن لو عارفوا إسلامه يخشوا فيه يعني هم بيتعمدوا وبتعمدوا دكتور محمد نعم ما تكلموا على الإسلام يعني بما أن حضرك باحث متخصص في هذا الجانب بيعتمدوا على أي لما تكلموا عن الإسلام هو فيه عندنا حكتين اتنين وحكتين يعني للأسف الشديد اللي بيتحدث بهم غير أمين بالمرة الحاجة الأولينية أنه هو بيعرض يعني مثلا القمص زكريا بطرس على سبيل المثال